يدخل الحراك الشعبي التشريني مجدداً في معادلة التأثير السياسي بالمشهد العراقي مئات المحتجين يتجمعون في ساحة النسور يرفعون صور الشهداء ويرددون الهتافات ذاتها التي سقط من أجلها مئات المتظاهرين في سوح الاحتجاجات ببغداد والمحافظات عام 2019-2020 نريد وطناً الشعب يريد إصلاح النظام وأحياناً أخرى الشعب يريد إسقاط النظام حتى وإن اختلف التشرينيون في توجهاتهم تجاه أسلوب التغيير إما عبر الانتخابات أو الثورة الشعبية السلمية يتفق معظمهم على أن الحلم الأوحد بلد ذو سيادة كاملة خارج سطوة التأثيرات الخارجية الرغبة في إنهاء المحاصصة والتأسيس لعملية سياسية خالية من التغانم هدف يلتقي فيه التشرينيون مع الحراك الشعبي الصدري ويقول ناشطون أن التنسيق الاحتجاجي المشترك قد يعود مرة أخرى بين الطرفين إذ ما أصر فريق سياسي على تشكيل حكومة بالأساليب ذاتها المتبعة بعد العام 2003 كما يرى أغلب المحتجين التشرينين والصدريين أن مطلب الانتخابات المبكرة أصبح ضرورة شرط أن تتوفر فيه المقومات الضامنة والمتعلقة بتفعيل قانون الأحزاب وإبعاد المتوردين بالفساد عن الترشيح وبالتزامن مع الدعوات التي يتبناها ناشطون لتنظيم احتجاجات شعبية في تشرين المقبل يعتقد كثيرون أن التشرين تأثيرا سياسيا كبيرا فقد حظيت هذه الحركة الاحتجاجية بموقع أثير في نفوس طبقة اجتماعية كبيرة من الشعب